عزيزتي المرأة عزيزتي المرأة عزيزتي المرأة عندي تهنية إليش مرح تسمعيها هواية بيوم ملتش العالمي واسمها أنا المظلوم وكل عام ونتي بخير لا تعتبرها تهكم أو سخرية بس انطيني مجال أكمل فكرتي صحيحاني الرجال أول من بكتر العنف وفكرة الحروب ومن يدي هاي صقط الضحايا وتغير التاريخ من أصبت مجتمعات التهورة قيمين ثانية صحيحاني الرجال بلشت بقصص التحرش والتمييز والفصل العنصري وصحيحاني اللي استخدمت امتيازاتي الاجتماعية والدينية حتى بقيك وحدة جاهلة وأكبر مساحة وفرت لها هو الطريق بين المطبخ والمطبخ وصحيحاني الرجال مجرد ما قلت رجال نات الكلام وصحيحاني عندي رمزية الشوارب وما سمحت لأي رمزية ثانية لحضرتك غير الأنوثة والحلوة وقلت بخكل طيب طبعا كل هاي الرمزيات هم تجي بصالحي بالأخير طبعا انا الرجال اعترف واني ورا كل هاي الكوارث بس هم هنا انا انا المظلوم هاش بيش تعال صبتي تعالي هنا خير نتفاهم انا مظلوم لانه مراتي حس بدعوات الاستقلالية ونبذ ذكورية المجتمع اللي انا اتفق وياها اصلا وجهه قفة وراها الرغبة انه تقديم مكاني بالتمييز او لا انا ماذا احكي عن الفيمينيست او اقولكم ايه دا احكي عن الفيمينيست انا مظلوم لان اريد اعلم حقوقك بس مو علموا التقسين على المجتمع وتستخدمين فكرة المساواة شماعة حتى تشكلين مجتمع يمشي بين الرجال بالجادرية والنساء بالمنصور وش لون بالله نخلي الكرخ للبنات والرصافة للولد واللي اريد اقوله في نهاية هذا الفيديو اللي نسبة اللي راح يفتهمه غلط اكثر من نسبة اللي راح يفتهمه ولو شوية ان حقوق الانسان ما تتجزع وانه عاملات النسيج باميركا اللي طلعوا والظاهروا سنة 1865 واللي بسببهم تم تحديد يوم المرأة طلعوا على موت الشراكوية الرجل هم مو نفيا وعزل من المجتمع بصفة وحش كاسر على مر الزمن وبكيفكم بعد